هذا الشاهد هو اعتراف وإقرار من أبي بكر وشهادة منه على نفسه يعني أبو بكر يشهد بنفسه على نفسه أنه ليس بمؤمن أنه إيمان حقيقي وصادق وخالص ما عنده قد تتعجبه لكن هذه هي الحقيقة لاحظوا معي هذه الرواية التي يرويها كل من الطبراني في المعجم الأوسط في الجزء الثامن الصفحة 267 وكذا المتق الهندي في كنز العمال الجزء الثالث الصفحة 136 بلفظين متقاربين يرويان عن أبي بكر قوله دققوا في هذا القول قال أبو بكر في خطبة له إن لي شيطانا يعتريني وفي لفظ آخر يحضرني إن لي شيطانا يعتريني إن لي شيطانا يحضرني فإذا غضبت فاجتنبوني ما هي دلالة هذا الحديث عن أبي بكر؟ دلالته أن هناك شيطانا ملازما لأبي بكر يعتريه يحضره يتسلط عليه يركبه ما يقولون شيطان أي ركبة؟ هكذا أبو بكر كان مركوب الشيطان عنده علاقة خاصة مع شيطان من الشياطين إبليس من الأبالسة هذا الشيطان دائم الركوب على أبي بكر هذا الشيطان دائما يعتري أبا بكر دائما يحضر أبا بكر لأن أبا بكر استعمل الفعل المضارع قال إن لي شيطانا يعتريني يعني دائما إن لي شيطانا يحضرني زي الدلالة الأخرى أن علامة كون أبي بكر خاضعا لتأثير الشيطان علامة كون أبي بكر في هذه اللحظة مثلا قد اعتراه الشيطان هو غضبه فلذلك يقول فإذا غضبت فاجتنبوني يعني اعلموا أنا في حال الغضب الشيطان راكبني الشيطان قد اعتراني الشيطان قد تسلط علي هذه هي دلالة هذا الحديث عن أبي بكر الذي يرويه المتق الهندي والطبران وغيرهما وهو حديث مشهور عن أبي بكر للعلم مستفيد طيب هذا الحديث أيضا إن دققنا فيه فإنه يجرد أبا بكر من الإيمان تماما أصلا ينسف نظرية الاعتقاد بأن أبا بكر صديق ومؤمن ينسف لماذا لأن الله تبارك وتعالى يقول عن الشيطان في محكم كتابه يصف الشيطان بأنه لا سلطة له ولا تأثير على المؤمنين وذلك قوله عز من قائل إنه ليس له إنه أي الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا الشيطان اعلموا يا ناس هذا خطاب من الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم اعلموا يا ناس الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا لا يتسلط على الذين آمنوا لا يعتر الذين آمنوا لا يحضر الذين آمنوا لا يتمكن من أن يهيم على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون طبق هذه الآية الكريمة المحكمة على اعتراف أبي بكر بنفسه على نفسه إن لي شيطانا يعتريني أو يحضرني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني طبق الآية تستخلص هذه النتيجة أن أبا بكر ليس من الذين آمنوا لماذا لأنه لو كان من الذين آمنوا لم اعتراه الشيطان وتسلط عليه لأن الله تعالى يقول إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وحيث أن أبا بكر أقر على نفسه بأن الشيطان يتسلط عليه يعتريه يحضره يركبه فإنه لا يكون بذا من الذين آمنوا وإنما ماذا يكون من الذين يتولونه إنما سلطانه إنما سلطان الشيطان على الذين يتولونه يتولون الشيطان والذين هم به أي بالله مشركون فأبو بكر على هذا وعلى إقراره ومن فمك أدينك يا أبا بكر يكون أبو بكر بهذا من أولياء الشيطان ومن المشركين بالله الرحمن واضح ويجب على كل مسلم أن يعتقد بهذا الاعتقاد أبو بكر يقول إن لي شيطان يعتريني يا قوم فإذن أفهم من هذا أن الشيطان يمكن له أن يتسلط على أبي بكر إذن هو ليس من الذين آمنوا بالرجوع إلى تلك الآية بل هو من أولياء الشيطان وإلا لما كان للشيطان أن يتسلط عليه وبشكل دائم مستمر وعلامة ذلك غضبه علامة وقوع هذا الأمر هذه الحالة عنده حصول هذه الحالة وهي تسلط الشيطان عليه نعم يمكن للشيطان أن يغوي مؤمنا في موقف ما وهذا أيضا هذا الرجل لا يكون مؤمنا حقا يعني لا يكون خالص الإيمان الشيطان مع خالص الإيمان لا يتمكن من أن يؤثر عليه حتى في ذرة تبقى القضايا الأخرى الهوى والنفس الأمارة بالسوء على حالها لكن الشيطان بشكل نعم تجاه المؤمن الحق الخالص خالص الإيمان الذي تشرب الإيمان من رأسه إلى أخمص قدمي فهذا لا يتمكن الشيطان من أن يؤثر عليه هذا الذي إيمانه ضعيف شيئا ما يمكن للشيطان أن يؤثر عليه في بعض المواقف لكن لا يكون دائما تسلط عليه بحيث يصدق عليه أنه يعتريه بشكل مستمر ودائم أنه يحضره أبو بكر لم يقل إن لي إن الشيطان يحضرني أحيانا لا وإنما قال إن لي عندي عندي علاقة مع شيطان هذا الشيطان يحضرني وعلامة أني تحت تأثير الشيطان وتحت تسلطه أني أغضب فاجتنبوني في هذه الحالة لا أذيكم لا أذيكم إذن هو دائم التسلط عليه بشكل مستمر وما دام الأمر هكذا إنما سلطانه سلطان الشيطان على الذين يتولونه فأبو بكر ولي الشيطان وعلى كل مسلم كما أنه يشهد أشهد أن علي ولي الرحمن ولي الله عليه أن يشهد بأن أبا بكر ولي الشيطان فيقول أشهد أن أبا بكر ولي الشيطان كما أشهد أن علي ولي الرحمن وعليه أن يقر بأن أبا بكر من المشركين بمقتضى هذه الآية المحكمة إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به أي بالله مشركون فهذا دليل قطعي باعتراف أبي بكر من لسان أبي بكر بأنه ليس بمؤمن أبا بكر